اشتركوا في القناة الآن مع باقة من الأخبار مارتي اللاسرتي يطلب من حسين الشحات لعب الفريق أن يتخلص من الضغوط التي انعكست سلبيا على أداءه في المباريات الأخيرة وشدد المدرب الأرجوياني للشحات على أن قدراته الفنية عالية وتمكنه من تقديم عرض أفضل من المستوى الذي يظهر به مؤخرا نزلت برد حاد دوراء خروج محمود وحيد من قائمة الأهل لمباراة الدخلية الجهاز الفاني للنادي الأهلي بقيادة مارتي اللاسرتي يستعين بمباراة فريقه أمام الدخلية في الدور الأول لدراسة واستكشاف الفريق قبل مواجهة الأربعاء الجهاز الفاني للأهلي يدفع بالأنجولي جرالدو في التشكيلة الأساسية خلال مواجهة الدخلية تعويضا لغياب رمضان صبحي رجل الأعمال نجيب سويرس بعد هزيمة بيرامز على يد الجونة الجونة جاب حق الأهلي النهاردة كل أهاوي مصر كانت بتشجع الجونة كنت حاسس أن المنتخب بيلعب أمير توفيق مدير التسويق بالأهلي يشيد بخماسي الأهلي المعار للجونة بعد الفوز على بيرامز ولاد الأهلي المعارين حاجة شرف برافو الجونة أحمد ياسر ريان نجم الأهلي المعار إلى الجونة عقب فوز فريقه على بيرامز بهدفين مقابل هدف الحمد لله على الهدف فأنا خرجت من النادي الأهلي لكي أثبت نفسي وفي الجونة نجحنا في الحصول على الفرصة ونبز الأقصى مجهود للعودة مرة أخرى للنادي الأهلي الأهلي ينعي ببالغ الحزن والأسى خالي التوحيد رئيس قناة الأهلي نعى النادي الأهلي الإعلامي خالي التوحيد الذي وفته ألمانية أمس إسرأ أزمة قلبية مفاجأة في مقر النادي بالجزيرة وكتب الأهلي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والقطعات الرياضية ينعون ببالغ الأسى والحزن الكاتب الصحفي الدكتور خالي التوحيد رئيس قناة الأهلي الذي وفته المانية اليوم تغمض الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أسرته الصبر والسلوان خافير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني يدرس استبعاد مروان محسن مهاجم الأهلي من معسكر الفرانة المقرر انطلاقه 18 مارس المقبل رئيس الزمالك يسعى لخطف صفقة من الأهلي تمسك رئيس نادي الزمالك بالتعاقد مع عامر عامر حارس مرمى فريق الانتاج الحربي بداية من الموسم القادم مبدين إعجابه الشديد بمستوى وأبلغ رئيس الزمالك نجله أمير المشرف على فريق الكرة بحسم الصفقة مبكرا والحصول على توقيع اللاعب لتأمين موقف الزمالك بسبب إمكانية تلقيه عروض أخرى وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات قوية مع الحارس خلال الأيام الماضية لضمه لصفوف الفريق في الصيف المقبل نقلا عن جريدة الوطن صلاح محسن يبدأ خطوات الرحيل عن الأهلي قرر صلاح محسن مهاجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي دراست بعض العروض الأوروبية من أجل الرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة واتخذ اللاعب قرارا أخطر به وكيله بضرورة إيجاد عروض رسمية وجادة له للرحيل عن الأهلي في الصيف المقبل وبالفعل تلقى اللاعب معلومات من وكيله بوجود أكثر من عرض أوروبي مميز لأندي مهتم بضمه ناية الموسم وهو ما دفع اللاعب إلى أن يطلب من وكيله التنسيق لإرسالها بشكل رسمي لرهبته في الرحيل وقد اتخذ صلاح محسن قرار شبه نهائي بالبحث عن عرض احتراف لعدم حصوله على فرسته مع الأهلي على مدار موسم ونصف الموسم تقريبا مع تغيير المدربين والإدارات الفنية للفريق إلا أنه لن يستمر على دكة البدلاء كثيرا حماد صدقي سنسعى للوصول لاتفاق مع الأهلي للسماح لمشاركة المعارين في مواجهتهم الأهلي يحسم قراره النهائي بشأن مباراة بيرامدز بعد اجتماع الخميس الخميس عزاء الكاتب الصحفي الراحل خالي التوحيد بمسجد عمر مكرم وأخيرا التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام الدخلية استقر مرتل لسارتي المدير الفاني للأهلي على تشكيل فريقه لمواجهة الدخلية بالدوري ومن المنتظر أن يعتمد لسارتي على شريف إكرامي بحراسة المرمى للمباراة الثانية على التوالي في ظل عدم اكتمال جاهزية محمد الشناوي حارس الفريق الأساسي منذ تعرضه للإصابة مؤخرا كما استقر لسارتي على الاعتماد على الأنجولي جرالدو بدلا من رمضان صبح لعب الفريق في ظل غيابه عن المباراة لتعرضه للإيقاف بسبب الإنزار الثالث ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي في حراسة المرمى شريف إكرامي في الدفاع علي معلول وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد هاني في الوسط عمر السلية وناصر ماهر وكريم ندفد وحسين الشحات وجرالدو أما في الهجوم جنيور أغاية إلى هنا مشاهدين متابعين تنتهي أخبارنا مع حضراتكم لهذا اليوم أرجو أن تكون حازت على إعجابكم لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته